ازمة النقص الحاد في صفوف جيش النظام السوري عادت من جديد لتشكل مأزقا يواجه رئيس النظام بشار الاسد فسنوات الصراع الدامي على الارض السورية شهدت عشرات الالاف من حالات الانشقاقات والفرار والقتل والاصابات دمرت معظم فرق الجيش ليجد رئيس النظام نفسه امام مهمة اعادة تشكيل قواته العسكرية مجلة اطلانتيك الامريكية قالت ان الازمة التي واجهها الاسد تكمن في عدم رغبة السوريين في القتال من اجله ليشرع الاسد في استخدام اساليب الضغط على شعبه للتأثير عليهم من خلال وسائل الاعلام الرسمية احد هذه الاساليب تجلى اواخر اذار الماضي حيث نشر النظام السوري شريطا دعائيا بعنوان ضفائر النار كانت بطلة الشريط زوجة رئيس النظام اسماء الاسد خطوات تعكس يأس النظام السوري من النقص الذي يعانيه جيشه ليحاول تعويضه بميليشيات محلية تكون بديلة للمنشقين لكن حسب المجلة الامريكية فان تعويض النقص الهائل في جيش النظام السوري جراء رفض الالاف للتجنيد الاجباري والهرب خارج الاراضي السورية نجح كما وليس كيفا فحسب التحقيقات التي اجرتها المجلة فان ملايين سوريين سواء داخل البلد او خارجها مؤيدون للأسد او ضده لا يعتقدون ان الحرب ستنتهي قريبا لذا يحاولون انقاذ ذويهم من التجنيد الاجباري خاصة ان النظام اصبح اكثر يأسا فالانشققات والهرب من الخدمة العسكرية واحتدام القتال سلطت الضوء على عقود من الفساد والطائفية ونقص موارد الجيش السوري وبعد التدخلات الاجنبية في بلده يريد الاسد اليوم حسب المجلة الامريكية ان يظهر لشعبه وللعالم ان سيادته ليست مرهونة ببقاء ايران وروسيا على اراضيه لكن ذلك لن يتحقق اذا استمر رفض السوريين للقتال من اجله